دخل الاقتصاد الإيراني مرحلة الأزمة بحسب التقارير الدولية وتتوالى تصريحات المسؤولين الإيرانيين وتبادل الاتهامات بشأن السياسات الاقتصادية الخاطئة رئيس البنك المركزي الإيراني عبد الناصر همتي وعلى صفحته على موقع إنستجرام انتقد تخصيص العملة بالسعر الحكومي لاستيراد السلع الأساسية قائلاً إن تسعيرة 4200 تومان للدولار فشلت في الحد من ارتفاع أسعار السلع همتي أوضح أن تخصيص هذه العملة زاد أيضاً من المستوى العام للأسعار إضافة إلى تسببه في ظهور المحسوبيات مشيراً إلى أن الدعم الحكومي لم يصل لمستحقه في معظم الحالات وأصبح من نصيب السماسرة الدولار الحكومي بتسعيرة 4200 تومان والذي يعرف بدولار جهانجيري تم الإعلان عنه في التاسع من أبريل 2018 من قبل إسحاق جهانجيري النائب الأول للرئيس روحاني الذي قال إن الحكومة ستقوم بتوفير هذه العملة من خلال البنك المركزي ومحلات الصرافة المعتمدة والبنوك التي يشرف عليها البنك المركزي من أجل إدارة السوق ولكن بعد عدة أشهر ذهب جزء كبير من مخصصات العملة الصعبة إلى الاستيراد وتقدر بـ 18 مليار دولار وأن المستوردين باعوا بضائعهم المستورد حسب تسعيرة سوق العملة ما دفع الحكومة إلى تخصيص هذه التسعيرة لواردات السلع الأساسية فقط وفي الأشهر الأخيرة تم تقديم مقترحات لإلغاء هذه الخطة في إشارة إلى عدم توافق بين البنك المركزي والحكومة فيما يخص السياسة النقدية إلا أن الحكومة تتخوف من ارتفاع جديد في الأسعار إضافة إلى تصاعد حالة عدم الرضا الاجتماعي التي تظهر بشكل احتجاجات في الشارع الإيراني يذكر أن حكومة روحاني أقرت في ميزانية 2019 تخصيص 14 مليار دولار لاستيراد السلع الأساسية بهذه التسعيرة لكن هذا الاقتراح قوبل بمعارضة من البرلمان أيضا وبدلا من ذلك اقترح النواب أن تعود الحكومة لنظام الكوبونات على سرحان العربية